اهلا بكم بدأت في العاصمة الكزاخية جولة جديدة من المفاوضات بين المعارضة والنظام بحضور الدول الضامنة وبمشاركة من المبوث الأمومي الخاص الى سوريا غير بدرسون الجولة الجديدة تأتي وسط تفاؤل بتشكيل اللجنة الدستورية في حين ما زالت الملفات الاخرى معلقة ابرزها الى فودلب انطلق مؤتمر استان بنسخته الثانية عشر في العاصمة الكزاخية باسمها الجديد نور سلطان اذ تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين المعارضة والنظام المفاوضات التي حملت اسم العاصمة القديمة استانا ستحمل ايضا جديدا في المفاوضات حسب توقعات الرعاة والضامنين والمتفاوضين فهذه الجولة جاءت بحضور المبعوث الاممي الخاص غير بدرسون الذي وعد بانفراجة في ملف اللجنة الدستورية والذي تعتبره الامم المتحدة حجر الاساس للانطلاق بالعملية السياسية وفق مرجعية جينيف والقرار الاممي 2254 وحسب مصادر في وفد المعارضة فان ملف اللجنة الدستورية سيحصم في نهاية المباحثات التي تستمر يومين واعتقد ان ما يتم نقاشه الان هو حول مسألتين في موضوع اللجنة الدستورية فيما يتعلق بنسبة الاسماء وتقديراتنا ان هذا الموضوع قد اقترب حسمه ولم يبقى الا خلافة بسيطة جدا اذا ستحصم اللجنة الدستورية ولكن ماذا عن ملف ادلب واتفاق سوتي لخفض التصعيد ما بين انقر وموسكو فالمدينة وقبل انعقاد جولة المفاوضات واثنائها ما زالت تشهد خروقا وقصفا من قبل النظام وروسيا والضحايا مدنيون على امتداد المناطق المشمولة في اتفاق خفض التصعيد المباحثات بدأت باجتماعات ثنائية وثلاثية لمبعوثي الضامنين روسيا وتركيا وايران ومعهم وفدان نظام والمعارضة وحضر الاردن بصفة مراقب كما وشاركت المفاوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر ما يشير الى ان ملف اللاجئين السوريين سيكون حاضرا بقوة في حين ما زال ملف المعتقلين معلقا ويخضع للتسويف والتأجيل من مؤتمر الى اخر وفي زحمة الملفات بعد الترجحات بحسم اللجنة الدستورية يظل ملف ادلب الاكثر الحاحا مع استمرار النظام وحليفه الروسي بخرق اتفاق خفض التصعيد والتلويح بعملية عسكرية والذي من شأنه ان يؤثر على مسار العملية السياسية والتي بالكاد ستبدأ حول هذا تنضم الينا موفدة تلفزيون سوريا الى مقر المباحثات في نور سلطان السيدة سيما النعناع وينضم الينا العميد احمد بري رئيسه اركان الجيش الحر سابقا من انطاكا اما من اسطنبول ينضم الينا ياسر الفرحان عضو الاتلاف الوطني لقوى الثورة مساء الخير لكم جميعا ابدأ معك سيما سيما ما منخص اليوم الاول من مباحثات استانا ما الجديد الى الان مساء الخير مؤمن في الحقيقة كما سبق وان قلت لا يوجد مستجدات كثيرة فيما يتعلق باليوم الاول من جولة استانا الثاني عشر لكن انتهت اليوم الاول باجتماع ثلاثي للدول الضامنة بحضور المبعوث الاممي الى سوريا جير بيترسون ولأول مرة وفي هذه النقطة تحديدا وبعد انتظار ساعات عديدة خرج مبعوث الروسي الى سوريا الكسندر لفرانتييف ولكن لم يأتي بنتائج غير متوقعة فكانت عباراته فضفاضة للغاية وفي اجابة له على اسئلتي فيما يخص بمصير ادلب والقصف المستمر عليه سواء من قبل النظام او القصف الروسي وخاصة ملف المعتقلين والمخفيين قصرا فدعا ان القصف سيبقى مستمرا على ادلب طالما انه هناك يوجد جماعات ارهابية مسلحة بحسب وصفه وما سمه جبهة النصرة مدعيا انهم يحاولون قدر الامكان تجنب استهداف او قصف المدنيين اما فيما يتعلق بملف المعتقلين فكانت كما قلت اجابته فضفاضة وقال انه في الاوين الاخيرة وخاصة في اليوم الاخيرين في مجموعات العمل المصغرة بالتعاون مع الامم المتحدة تم الحديث عن هذا الموضوع مطولا وان هذا الموضوع سوف يحال الى الحديث مع الامم المتحدة وسيكون هناك مفترحات جديدة لاحقا لكنه تهرب حقيقة من الاجابة عن هذا الموضوع تحديدا لا سيما ان هذا الموضوع تم تهميشه في الجولات الاخيرة وتم تقديم عملية السياسية في محاولة لتهميش المطالب السوريين بما يتعلق بملف المطرفين لكن سيما مجمل الحديث ومجمل الاجواء الاجابية لا تشمل فقط الا موضوع اللجنة الدستورية وكأن هذا هو اليوم الاول أليس كذلك؟ بالضبط عدنا إلى أينما كنا في الحقيقة كانت التصريحات تأتي إيجابية فيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية ولكن حتى في هذا الموضوع تحديدا قال أليكسندر لافلينتييف إن هناك بعض المعوقات غير الواضحة فيما يتعلق بتشكيلها فما بالك عن موضوع آلية عملها التي قال أنه سوف يتحدث فيها بشكل مطول مع المبعوث الأممي جير بيدرسون وأشار أيضا في نهاية حديثه إلى أنهم قدموا حزمة كاملة لجير بيدرسون فيما يتعلق بموضوع اللجنة الدستورية للعمل عليها مع فريقين من المتحدة وبعيدا عن هذه النقاط كما سبق وذكرتم في التقرير كان هناك حضور للجنة الصليب الأحمر وتم الحديث عن موضوع عودة اللاجئين وبالإضافة لإعادة العمار الموضوع الذي توليه روسيا الأهمية الكبرى بعيدا عن كل الملفات الأخرى مشيرا أنه سوف يكون تقدما كبيرا في هذه الملفات لاحقا وبالتعاون مع جميع الدول الضامنة أشكرك جزيل أشكر على هذه المعلومات سيما نعناع مفادة تلفزيون سوريا إلى العاصمة الكازاخية النور سلطان شكرا جزيلا لك أعود إليك سيد ياسر الفرحان أرحب بك سيد ياسر الفرحان مرة أخرى سمعنا ما قالته سيما عن أن التفاعل لا يشمل كل الملفات ملف المعتقلية وملف إدلاب إنما فقط موضوع اللجنة الدستورية حتى اللجنة الدستورية قال أليكسندر لفرنتيف المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا قال أن هناك بعض المعويقات حتى في تشكيلها وكأنه تم الاتفاق على 150 اسم فقط لا غير أما حتى الآلية آلية عمل اللجنة من سيترأس اللجنة من سيشرف على هذه اللجنة هل هي الأمم المتحدة أم من سيشرف عليها لا معلومات واضحة إلى الآن ما هو تعليقك على الموضوع مساء الخير وتحياتي لك سيد مؤمن ولسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام بالتأكيد اللجنة الدستورية سيطرح ملفا أساسيا خلال الجولة الحالية من مباحثات أستانا ونعلم تماما بأن الوسيط الدولي سيد بيدرسون لديه مجموعة أو حزمة من النقاط التي يريد أن يبحثها مع الأطراف الضامنة بحثها سابقا مع هيئة التفاوض وبحثها مع حكومة نظام الأسد وبحثها أيضا مع دول متعددة قبل ذلك مع تركيا ومع روسيا والآن هناك فرصة لتلتقي هذه الأطراف من أجل إنجاز الحد الأدنى اللازم من التفاهم كي تتقدم العملية بهذا الملف بيدرسون وضع مسودة لللايحة الداخلية طريقة اتخاذ القرار في هذه اللجنة التي تتصويت فيها طريقة عقد اجتماعها ومكان عقد اجتماعها ومرجعيتها وجهات الإشراف عليها وطريقة رئاسة الجلسات فيها وهذه النقاط قطعا وطبعا سيتم الآن التفاهم عليها لست يعني واثق تماما بأنه سيعلن عن أسماء اللجنة الدستورية لكن المعارضة وطلباتنا كانت واضحة بأن لا تعلن الأسماء إلا إذا تم التفاهم على اللائحة الداخلية آلة عمل هذه اللجنة وآلة اتخاذ القرار ومرجعيتها ومكان عملها الذي يعني بالتأكيد سيكون إذا ما كتب لها النجاح سيكون في جنيه وبالتالي أنا أعتقد يعني ربما يكون الآن في أستانا فرصة يعني الأطراف الضامنة وروسيا تحديدا تحتاج لهذا الإنجاز كي تبرر أن أستانا لم تعد يعني موجودة لأجل أن لا شيء هناك شيء يتقدم وبالتالي تحتاج لأن تضغط بهذا الاتجاه وفي اتجاه آخر نعلم تماما أيضا بأن الدول الأخرى المجموعة المصغرة خمسة زائد اثنين لم تعطي موافقة كاملة لتعلن القائمة قائمة اللجنة السورية في أستانا ربما تريدها في مكان آخر لا تريد أن تعطي للروس تماما هذا الإنجاز بالنسبة إلينا كمعارضة نحن يهمنا النتيجة إذا ما كان فعلا اللائحة الداخلية بالشكل المطمئن للمعارضة وإذا ما كانت قائمة الأسماء بعد استبعاد الستة الذي كانوا ضمن الثلث الثالث المحسوبين على النظام والمفترض أن يكونوا محايدين إذا ما تم تغييرهم بما يرضي المعارضة فهذا بالتأكيد سيكون مفيد أن تعلن اللجنة سواء في أستانا أو جنيف على أن تعمل قطعا في جنيف وليس تحت يعني وتكون مرجعيتها الأمم المتحدة كان يريد سابقا مرجعيتها الأمم المتحدة بتأكيد هذا موضوع على ما أعتقد أنجز أنجز هذا الموضوع وهذا يفيدنا في التأكيد على النظام أن النظام فقد شرعيته وفقد سيادته وحينما تكون تعقد أول جلسة للجنة دستورية طاولة مستديرة كلا الأطراف أو الأطراف الثلاثة يعني بشكل متوازي ومتساوي مقابل بعضهم البعض وبرئاسة مشتركة ما بين النظام والمعارضة وفي جنيف وتحت إشراف الأمم المتحدة فهذا بالتأكيد يشير سأعود إليك في نقطة الرئاسة المشتركة ولكن ودأ نسأل عميد أحمد كيف تتابع التطورات تطورات الملف السياسي السوري من الواضح أن هناك تقدما في العملية السياسية السورية لا سيما موضوع اللجنة الدستورية مما تتخوف أنت كرئيس للجيش الحر سابقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمة الشهداء والشفاء للجرحة والفرج عن المعتقلين إن شاء الله مساء الخير أخي الكريم مساء الخير السادة مشهدين مساء الخير الأخوة الموجودين معنا بالسيديو للساس ياسر والأخت التاني طبعا نحن دائما نشوف أنه أي اجتماع بإستانة يقربه الغير مهم اللي بيهمنا نحن كمقاتلين أو كمناضلين على الأرض وكمعارضة وبعجله المهم طبعا لجنة الدستورية ما رح خوض فيها لأنه الأستاذ ياسر شرح شرح وافي نحن بهمنا من الجنة السورية أنه أيضا مثل ما ذكر الأستاذ ياسر تكون فعلا إلى وزن كامل من قبل معارضة يعني يكون معارضة موجودة فيها بشكل حقيقي ولا تأثير كامل وحقيقي ولا يكون لصالح النظام وأن يكون القرار فيها مشترك والقرار بالنهاية لهيئة المتحدة لأنه إذا طالما هيئة المتحدة سيطرت على القرار حتما رح يكون النظام خارج اللعبة ولكن أريد أن أقول باقي الملفات طبعا باقي الملفات للأسف تؤجل يعني من الإستانة 5 وحتى الآن دائما الملفات الأساسية المعتقلين وإدليم مثلا خفض التصعيد وملف المعتقلين قالوا نعم نعم معك يعني ملف خفض التصعيد في إدليب وملف المعتقلين ملف معتقلين أكثر مرة بالإستانة يعرف الأستاذ ياسر كالنا سواء بالإستانة 5 و6 و7 نحطه على الطالب وآخر شيء يؤجل إلى الإستانة البعده ولا حد الآن لم يطرح أيضا ملف خفض التصعيد يعني أتجل المباحثات مع قصف روسي شديد للمنطقة أول عمس كان أكثر من 30 طائرة روسية عم تقصف بمحيط إدليب البارحة كان في قصف اليوم في قصف مدفع على المنطقة يجب أن نبحث أول ما نبحث في الإستانة كالعادة وقف إطلاق النار وراحة الناس الموجودين تحت يعني صار عدد النازحين أكثر من 250 ألف مواطن نزحوا من مناطق القصف اللي عم يقصبها النظام يوميا وهذا رقم مخيف ومزعج للمعارضة بشكل كامل نحن مع اللجلة دستورية ونتمنى أن اللجلة دستورية أن تلقى النجاح ويعلن على أسماء حقيقيين وليس مثل أن نجيب أسماء موالية كله لنظام ونضحشهم بالطرف بحصة المعارضة وبحصة الحصة الأممية حصة بدرسون لأن المحاصصة كانت 50 بـ 50 نتمنى أن يكون الخمسين الذين يحطوا بدرسون يكونوا معتدلين وليس لصالح النظام نعم قبل الدخول سيد ياسر في ملف المعتقلين تحدثت لي عن بأنه ربما ستكون الرئاسة المشتركة ما بين رئاسة اللجلة الدستورية ما بين النظام من جهة والمعارضة من جهة ولكن من خلال متابعتك للموضوع ومجريات الأحداث وسير العملية السياسية مما تتخوف المعارضة السورية من الثغرات القادمة في خلال هذه اللجنة نحن نعلم بأن النظام يمكن أن يستغل عدة نقاط لصالحها في نهاية المطاط المعارضة تتخوف من الاستمرار بهذه المماطلة وهذا التسويف قطعا المعارضة على طاولة المفاوضات أقوى من النظام والمعارضة لديها كل الحجج المنطقية والقانونية القرارات الدولية تكفي لتزيح النظام عن سدة الحكم في سوريا والتي يسيطر بها على الشعب السوري على أشلاء ودماء أطفالها بالتأكيد الدخول بشكل حقيقي في العملية السياسية بداية سيكون مفيدا للمعارضة بأي شكل من أي موابة اللجنة السورية ستقودنا إلى الانتقال السياسي قطعا في مجالات أخرى ولدينا كثير من الأوراق والخطط المحضرة لذلك ولذلك النظام كونه يخشاها تماما ويعرف تماما مدى تأثيرها عليه يقوم بتعطيلها الملفات الأخرى التي تحدث عنها السيد العميد أحمد بري أنا أؤيدهم فيما ذهب إليه قطعا نحن بالنسبة إلينا من غير المعقول والمقبول أن يستمر القصف على المدنيين في إدلب بهذا الشكل بينما يعني يستستمر روسيا وإيران بدعم النظام في أستانا وفي غير مكان بل ترتكبان معه كل هذه الجرائم والآن فرصة لوفد المعارضة فرصة لتركيا الدولة الصديقة والضامنة لتحاجج روسيا وتضغط على روسيا وتطلب من روسيا التوقف عن دعم النظام بكل هذه الجرائم بالتأكيد هذه الجرائم حرب ويجب أن يحاكم ويحاسب عليها النظام لكن دعني أقول بأن أستانا مفيدة بالحد الأدنى لمنع مزيد من هذه الجرائم لمنع اشتياح إدلب كما يخطط لها النظام وإيران لمنع ضربها بالكيمياء كيمياء أو بأي أسلحة أخرى نحن نعلم تماما بأنه سيكون هناك كارثة إنسانية يتحملها قرابة الثلاثة ونصف مليون مدني في إدلب وبتاحت حجة وذريعة جبهة النصرى يرتكبون كل هذه الجرائم بحق المدنيين وبالتالي نحن نريد من أستانا نريد إيقاف هذه الجرائم واحد وأيضا تحميل النظام وإيران وروسيا ومسؤولياتهم وهذا أعتقد بأن المعارضة وتركيا ستطرحانه في الجولة الحالية لكن المطلوب موقف واضح المطلوب مقايدة موقف واضح أود أن أسألك سيد ياسر كيف هي قنوات الاتصال مع الضامن التركي هل هناك جو إيجابي فيما يتعلق بنتائج المباحثات التي يتم الحديث عنها منذ فترة إلى الآن كثير من السوريين ينتظرون يوم الولادة ولادة اللجنة الدستورية بعد مخاضن عسير تركيا تقف إلى جانب المعارضة ضمن المستطاع لا تستطيع أن تفعل لواحدها كل شيء نعلم تماما بأنه روسيا دولة يعني عظمى تدعم النظام بشكل كامل وإيران تدعم النظام بشكل كامل وتركيا تحتاج إلى مؤازرة أيضا من أطراف أخرى في المجتمع الدولي في الفترة السابقة شهدنا بأن الموقف الأمريكي كان داعم للموقف التركي في إدلب وكذلك الأمر الموقف الأوروبي وهذا ما منع اجتياح النظام وإيران لإدلب هذا ما منع تهجير قرابة 3.5 مليون من إدلب إلى مناطق أخرى كما حصل في باقي المناطق لكن طبعا القصف على المدنيين هذا هو تهجير الناس إلى مناطق أخرى خارج بيوتهم ضمن محيط هذه المنطقة أيضا أمر غير مقبول ويجب أن تضغط كل الأطراف الضامنة تركيا يجب أن تقايد روسيا بشكل كافي بطريقة ما بتستخدم أوراق أخرى من أجل أن تتوقف عن كل هذا الاستمرار عن كل هذا الدعم الذي تقدمه للنظام أو تصمت عليه حينما يرتكب النظام كل هذه الجرائم ملف المعتقلين سألتني نعم ملف المعتقلين تفضل سيد ياسر لماذا؟ ما سر تأجيل هذا الملف دائما يعني يذكر حادث العميد أحمد بأنه كل ما يطرح هذا الملف على طاولة المباحثات يتم تأجيله إلى ما بعد وهي مطالب حسب الأمم المتحدة ذات نفسها ديمستورا هي مطالب فوق يعني هي مطالب إنسانية فوق تفاوضية ملف المعتقلين الآن ذاك وملف الحصار عندما كان يوجد حصار يعني لم يحل إلى الآن رغم أنه من الملفات الأولية بالنسبة للأمم المتحدة بالنسبة للعالم أجمع ملف المعتقلين أساسي بالنسبة لنا كمعارضة وأولوية بالنسبة للشعب السوري وما من أسرة في سوريا إلا وتهتم بهذا الملف بالتأكيد الأمهات كلهم ضحايا الذين ينتظرون أحباؤهم وكذلك الأمر الزوجات والأخوات والأبناء والمنات وبالتأكيد هذا الملف يتهرب النظام من تقديم أي التزام يجب أن يمارس ضغط حقيقي على النظام كي يفتح المعتقلات أمام الجوهات الدولية المراقبة والصليب الأحمر نحن أدخلناها في هذا الملف تحديدا كطرف مراقب كي تستطيع أن تدخل إلى معتقلات النظام السرية يهمنا كشف مصير المختفين قصرا والمفقودين ويهمنا وقف التعذيب يهمنا أيضا وقف تنفيذ حملات اعتقال جديدة النظام يستمر بهذه الحملات ويستمر بالقتل ويستمر بالتعذيب ويستمر بالتصفية في المعتقلات حقيقة نحن بالنسبة إلينا نعيش حالة من الألم لأن هذا الملف لا يتقدم أبدا ونطالب كل أطراف المجتمع الدولي والآن فرصة في أستانا الأمم المتحدة حاضرة لتضغط على النظام بيدرسون حينما حصل أكثر من لقاء من طرف المعارضة إليه تم الحديث مطولا عن موضوع المعتقلين وبالتالي وضعه أولوية له في النقاط التي يريد أن يعمل إليها وهذا اختبار الآن هو موجود في أستانا وهناك مجموعة عمل مشكلة في أستانا وعلى مجموعة العمل أن تعمل تحديدا وثق التفاهمات المنجزة هناك مذكرة تفاهم ما بين الأطراف الضامنة والأمم المتحدة والصليب الأحمر حاضرا فيها طرفا مراقبا هذه المذكرة تقول بإطلاق صراح المعتقلين وكشف مصير المفقودين وتسليم جثامين الضحايا وتستند في عملها إلى 2254 والبند 12 واضح الذي ينص في 2254 على الأفراج عن النساء والأطفال والمرضى والشيوخ ابتداءا وأطلق صراح كافة المعتقلين وبالتالي يجب أن يكون هذا الملف يقارب بهذا الاتجاه الأفراج عن المعتقلين وإخضاعه لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يهدف لحماية الأفراد من السلوك الحكومات المستبدة وربما هناك من يقول بأن النظام يتجنب الأحراج أمام المجتمع الدولي عندما يفتح المعتقلات ويري العالم المحارق التي ارتكبها بحق شعبها ولكن أود أن أختم لأن ده همني الوقت أود أن نختم مع العميد أحمد بري في ظل الأزمة الخانقة التي يواجهها نظام إثر العقوبات وغضب الشارع الموالي ضده تقريبا أيضا التزامن هذا مع موضوع اللجنة الدستورية وحديث في الشارع السوري عن قرب نهاية بشار الأسد وما إلى ذلك من هذا الكلام عميد أحمد ما مدى التعويل فعلا على هذه المباحثات وغيرها في ظل أجواء إيجابية تحدث عنها مسؤولون الروس وأتراك أيضا حول اللجنة الدستورية ما مدى التعويل عليها أن تزيح بشار الأسد مستقبلا فعلا وأن ينال السوريون ما طلبوه في 2011 طبعا أخي الكريم المعولة من اللجنة السورية بس بدأ عملها حتما مع تنلزان قبل بالقرار الدولي قبل بالقرار 2-2-5-4 وبدأ فعلا الحل السياسي بسوريا ولكن أنا متفائل بوجود اللجنة العليا للاجئين واللجنة العليا للصريب الأحمر عفوا من الفوضية العامية للاجئين واللجنة العليا للصريب الأحمر طبعا الصريب الأحمر ممكن أن يجبر النظام آليا على فتح المعتقلات ولو النظام معروف بالمخادعة وباللف والدوران يعني مثلا 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 في الأسبوع الماضي خلال الأسبوع تم تبادل الأسرع صحيح بدرع الفراد للأسف التسعة واحد منهم كان نازل من شهرين من اللي أفرج عنه نازل من شهرين يجدد جوازه أو يجيب جوازه شهر الحاج اعتقلوا النظام وبادلوا مع الأسرع النظام يجد اللعب الحبال والكذب أما بالنسبة لملف اللاجئين اللاجئين عندنا ليس بعودتهم بظل النظام طالما النظام قائم لا يمكن عودة اللاجئين بداتا لأن النظام معروف عنه كل شخص يرجع على سوريا بوجود النظام يتقل أو يصفى إنما حل مواضيع اللاجئين بزيادة دعم وزيادة التقديم المساعدات الإنسانية بالنسبة للنظام النظام انتهي النظام عمليا من يوم من 2011 عندما قامت المسيرات سقط النظام والنظام غير معترفي ولكن من نسبة للنظام لحد الآن هي ما بنعرف الدول العالمية وعلى رأسها روسيا وإيران النظام انتهي وحاليا الأزمة الموجودة حاليا في النظام النظام يعني يفوس أنفاسه الأخيرة ومثل ما سمعنا بالإسباع الماضي بالإيان الماضي كان في صراع ضمن القرداحة وفي صراع بماقي المحافظات وتفجيرات ومبارح أول مبارح تفجير في دمشق وهجوم للحواجب درعة الثورة حتى قرب بيت محافظ اللاذقية نشرب لأول جديد على كل حال أشكرك جزيل أشكر لك كان في انفجارات أيضا قرب منزل محافظة اللاذقية أيضا في الفترة السابقة شكرا جزيلا لك العميد أحمد بري رئيس أركان الجيش الحر سابقا كنا معنا من أنطاقيا أشكرك جزيل أشكر أيضا على هذه المعلومات عضو الاتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة سيد ياسر الفرحان شكرا جزيلا لك مرة أخرى مشاهدين بعد الفاصل محور آخر إبقوا معنا اشتركوا في القناة